بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على إمام المصالين مرحبا بكل من التحق بقناة أم عبد الرحمن امتحانات التجربية على الأبواب مرحبا بكل من التحق بقناتي هذا الامتحان التجريبي أو اختبار الفصل الثالث في مادة اللغة العربية للرابعة المتوسط قبلها اختبار مادة التاريخ والجغرافية في صندوق الوصف اللي حب يجعلها نبدأ على بركة الله النص إن العمل يعني تشكيل المادة وتحويلها وأن يخلق منها ما لم يوجد بعد وفي كل إنتاج ينطبع وجود الإنسان أعني أن كل إنتاج يحمل جزءا من وجود الإنسان فبالعمل تحرر الإنسان من سيطرة الطبيعة ومن سيطرة الصدفة إن العمل لا يعني الإنتاج فقط أي إنتاج يشبع الحاجات فحسب بل أيضا قدرة الإنسان على الخلق فوجود الإنسان ينطبع على كل ما ينتجه إن المنضدة تجسد عمل يوم بالنسبة إلى النجار إن جزءا من وجود هذا النجار تحول إلى عمل تمثله تلك المنضدة يقف أمامها مزهوا هذا عملي هذا مبرر وجودي وهكذا الأمر بالنسبة إلى الفلاح فشجرة الزيتون التي غرستها يداه تعني تجسيدا لعدة سنوات وتبريرا لهذه السنوات فالعمل يعطي وجود الإنسان معنا ومبررا ومن دونه يظل هذا الوجود دون معنى ومن دون مبرر فالأثرياء الذين لا يعملون يفقدون إحساس الوجود غير أنهم لا يستطعون إلا قتل وقتهم في شيء فيقتلون وقتهم من دون أن يبرر وجودهم فيكون الشعور بالخوائي نصيبهم يحاونون تناسيه بالإغراق فيما يقتل الوقت إن الإنسان يشعر بعد كل يوم عمل أنه برر ذلك اليوم ولم يتركه يمر هدرا أنه قد عاش يومه ثم ولم يقتل يومه فيشعر بالراحة والرضا إن عمله حينئذ لن يقوى عليه العدم ولن يقهره الموت سيظل شامخا موجودا في الشجرة التي زرعها حتى أتت أكلها وفي المنضدة التي صنعها وفي البناء الذي شيده سيظل موجودا رغم ووته في كل إنجاز قام به من أقل إنجاز من أقل إنجاز إلى أعظم إنجاز إن العمل يخلد التفاني إن العمل يخلد الفاني إن العمل يخلد الفاني مقاومة للعدم ومعنى هذا أن يصبح العمل هواية ولذة العمل العمل إنه ممارسة لوجود الإنسان وتحقيق له ونحن نشعر بلذة أمام أعمالنا أمام إنتاجنا بل التعب الجسمي لا اعتبار له إذ قد يظل الإنسان يعمل الساعات الطوال من دون شعور بالملل والإرهاق إن لحظة تأمر نقفها أمام أعمالنا تجعلنا ننسى التعب والإرحاق وتجعلنا نفخر بوجودنا الإنساني رغم ظلته إذا إذ حققنا به خلوما كان هذا هو النص رائع جدا الروح للأسئلة نقل كل الأسئلة ووقف الفيديو حاولت حلفها من بعد نتقاسم الحلو المعبض حتى الوضعية الإدماجية طبعا الوضعية الإدماجية عاني العمل حدد مفهوم العمل من خلال النص بيّن شعور الإنسان العامل وضح نظرة الكاتب إلى التعب الجسمي لخص مضمون النص في فكرة عامة تعرف على معنى المفردتين الخواء هدرا ثم وضفهما في جملتين مفيدتين أعرب ما تحته خط مزهواً وأن الشعر حيثنا مزهواً يقف أمامها مزهواً والكلمة الثانية هذا النشعر إن جزء من وجود هذا النشعر نعرب الكلمتين أواصل قراءة سلال أسئلة ما محل الجملتين الوقعتين بين قوسين من الإعرام؟ الجملة الأولى يعني تشكيل المادة وتحويلها ها هي الجملة إن العمل يعني تشكيل المادة وتحويلها هذه الجملة الموجودة بين عارضتين ما هو محلها من الإعرام؟ الجملة الثانية هي الجملة الأخيرة تجعلنا ننسى التعب والإرهاق هذه الجملة الموجودة بين عارضتين والتي شاءت بعد تجعلنا ما محلها من الإعرام طبعا دون أن نرجع إلى النص فقط تكفيني هذه الكلمة حتى أعرب هذه وتكفيني الكلمة الأولى إن العمل حتى أعرب الجملة الموجودة بين عارضين هنا ماذا قال لي أيضا؟ استخرج من النص أسلوب استثناء وحدد أركانه وعي النوعه واستخرج أيضا توكيدا وعي النوعه حول الجملة المركبة الآتية إلى جملة بسيطة الجملة إن المنذة تجسد عمل يوم بالنسبة إلى النشار حلل الصورة البيانية التالية يقتلون وقتهم دون أن يبرروا حلل الصورة البيانية التالية يقتلون وقتهم دون أن يبرروا هل الوقت يقتل؟ ناقش بالحجة نمط النص بالحجة يعني برر ابدي رأيك الشخصي من موقف الكاتب اتجاه الأثرياء الذين لا يعملون ثامنا قدر قيمة من قيم النص بالنسبة للوضع الإدماجية إذن تخيلوا كيف تكون حياة رجل وارث عن أبيه ثربة طائلة مكنته من تلبية حاجياته دون عناء أو تعب أو بذل جهد هل يكون سعيدا؟ هل يوجد لحياته معنى؟ هل يحقق وجوده؟ السند قال الشاعر أثبت وجودك أيها الرجل وعمل فخير الناس من عموه اجهد فجهد المرء يكسبه فخرا إلى أوجي العلا يرسل التعليم حرر نصا تفسيريا في حدود 16 سطر تبين فيه للشباب الجزائري أهمية العمل في حياة الفرد والمجتمع مبرزا خطورة شبح البطالة داعيا إياهم إلى رفع عجلة الرقي والتطور في بلادهم موظفا مكتسباتك القبلية طبعا كان هذا هو موضوع الاختبار التجريبي أو اختبار الفصل الثالث ماذا بك توقف الفيديو وتحاول بعد ذلك سنتقسم الإجابة مع بعض إذن مفهوم العمل من خلال النص يعني تشكيل المادة وتحويلها وأن يخلق منها ما لم يوجد بعد وفي كل إنتاج ينطبع وجود الإنسان هكذا العلامة هذا هو البرامة والتنقيط لكي تدين نقطة نفسك شعر العامل أنه برر ذلك اليوم ولم يتركه يمر هادرا وأنه عاش يومه ولم يقم بقتله فيشعر بالرحة والعظام ثالثا حسب الكاتب التعب الجسمي لاعتبار له والإنسان يظل يعمل طوال الساعات دون أن يشعر بالبلل والإرهاق الفكرة العامة للنص قيمة العمل في حياة الإنسان وكذلك تقدير العمل لذات الإنسان بالنسبة لشرح الخواء والفراغ والخلو هو الشغور هادرا دون فائدة أو ضاع سدب الإعراب النجار بدل مجرور وعلامة جره الكسر مزهوا حال منصوب بالفتحة محل الجملة يعني تشكيل المادة وتحويلها جملة فعلية في محل رفع خبر إن ننسى التعب والإرهاق جملة فعلية في محل نصب مفعولا به أسلوب الاستفناء ثالثا لا يستطيعون إلا قتل وقتهم في شيء أركانه إلا أداة استفناء وهنا حصر وقتل مشبه به نوعه استفناء ناقص منفي التوكيد العمل توكيد لفظي التحويل إن المنظدة مجسدة عمل يوم بالنسبة إلى التاجر إن المنظدة مجسدة عمل يوم بالنسبة إلى التاجر الصور البيانية يقتلون وقتهم دون أن يبرروا ذكر المشبه الوقت وخذف المشبه به اللي هو العدو وترك قرينة لفظية تدل عليه وهي الفعل يقتلون على سبيل استعارة مكنية رأيي من موقع موقف الكاتب اتجاه الأثرياء الذين لا يعملوا يعملون أنا أؤيد الكاتب في موقفه لأن الحياة بلا عمل لا طعم لها تجعل من الأيام صفحات متطابقة بالنسبة للوضعية الإدمجية رح نعطيك لكيف نقطة الأستذاء الوضعية وبعد نعطيك الورعية التعي حتى تستند عليها إذن النمو المنتوج يتناول أهمية العمل في حياة الفرد والمجتمع فهم التعليم النمط الغالب تفسيري يتخلى له التوجيه والحجم الست عشر سطر وتوظيف المكتسبات القبلية كلها على ثلاث نقاط تربط الأفكار وتسلسلها واستعمال الأسلوب الملائم على نقطتين التوظيف الصحيح لقواعد اللغة وخلوة نص من الأخطاء وتوظيف علامة الترقيم والبناء السليم للجمل نقطتين حسن العرض جمال الأسلوب ووضوح الخط على نقطة كل هذا ثمن نقط إذن فلا تضيحها رح نتقسم معك فقرة اللي كان مدش ممكن اعتبارها كان مدش وبإمكانك أن تضع فقرة أخرى العمل إن العمل حق وواجب وشرف وويل لأمة تأكل مما لا تنتج وتلبس مما لا تنسج إن العمل عبادة يأخذ صاحبه أجران أجر لدنيته وآخر لآخرته فهو يحفظ ماء الوجه ويزيد الإنسان رفعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خين اليد السفلة اليد العليا هي التي تمض واليد السفلة هي التي تستقبل فالإنسان الذي يمض هو الإنسان عامل لأنه ينتج فيأخذ مالا واليد السفلة هي يد تطوب السادقة فأيومها أفضل أفضل هما اليد التي تنتج وتمد فالمسلم العامل خير من المسلم العابد القاعد بالعمل المتقن نسير نحو الرقي والحضارة ونواكب العصرن والتطور وبالعمل المتواصل نحصد ما زرعنا في كل الميادين ولا يشترط أن يكون هذا العمل فكريا أو يداويا فلكل منهما دوره لخدمة الإنسانية والعمل الصالح يكسب صاحبه هيبة وجلالا العمل الصالح والعمل الحلال الذي ينفع الإنسانية أعيد الجملة والعمل الصالح يكسب صاحبه هيبة وجلالا فليلسع الإنسان في مرابض الدنيا ولا يبقى كالحجر ينتظر من يعينه وليتوكل على الله وليتقن ما أسند إليه ولا ينتظر شكرا من أحد فالله وحده سيجازيه بالتوثيق أعزاء التلميذ وإلى اللقاء في فيديو أخر بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة